بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا حتى لو كان يوم الحدي ده بنتكلم فيه عن التوافق والسعادة إزاي نقدر نخرج من بعض المشكلات اللي بنعيشها في حياتنا الزوجية برضو عن نكون راحين ناحية السعادة إحنا وبنبص على مشاكلنا بنبص بالحلول ما بنبصش بالمشاكل مشاكلنا ما بتحبسناش ما بتسجناش حتى لو كانت مشكلة زي المشاكل اللي احنا هنتعامل معا النهاردة تسمعوا عن حاجة جديدة كده أنا بسميها من الحب ما جرح في حب كده بيبقى جارح إيه الحب الجارح ده إحنا أصلا البيوت بتتبني على السكينة والمواد ده والرحمة كلها أشياء فيها لين وفيها لطافة وفيها جمال الأصل في مسألة من الحب ما جرح فكرة إن حد يحس بشعورين متنقدين جدا جدا الشعور الأولاني إن أنا عايز أحافظ على اللي قدامي ولكن مش عارف أحافظ عليه غير بإن أنا أتعصب وأتنرفز وأتصرف في تصرفات غير منضبطة وفي نفس الوقت أنا بحبه فإيه اللي يحصل فيحصل حالة غريبة جدا 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 أمارس العصبية وأمارس في بعض الأحيين الإهانة وأنا بقول إن أنا بحب شريك حياتي فالسكينة ما بيبقاش فيه سكينة ويبقى عندنا بنستخدمها وما نقدرش نستغنى نتعصب ونتنرفز على شريك حياتنا بس إحنا ما نقدرش نستغنى عنها ولو إحنا نفسنا أردنا إن إحنا نمثل ده زي السكينة السكينة بيحصل فيها إيه السكينة ما نقدرش نستغنى عنها في حيات كتيرة جدا جدا بس في نفس الوقت لو عدناها على قدنا بتجرحنا الحب الجارح ده أقرب حاجة إلى التملك اللي بيحب حد حب بس المفروض يهني ويسعده هو يدي معنى قوله تعالى واجعل بينكم مودة ورحمة مش امتلكه واخنقه فمحدش يقول لي أنا أحب بالطريقة اللي تعجبني وتريحني لا يا سيدي مفيش كده أنت تحب حبيبك بالحب اللي يخليكم أنتوا لتنين سعداء لكن كلمتي هي اللي تمشي ده هيجرح هيأذي فكرة أن أنا أحب حبيب بس كلمتي هي اللي تمشي فهو دايما شايف أن كل الناس إيه اللي حاصل كل الناس تحت أمره وتدور في فلكه آه لأ ده يبقى جوه حب جارح ده اللي شايف أن كل الناس تحت أمره ويدوره في فلكه آه ماما أصلا ما جاي نكلم عننا أنا عارف أن فيه ناس كثيرة اللي يشوفوني دلوقتي بيقولي أيوة أيوة أنا عارف فكرة أيوة دي الناس تدور في فلكه والناس كلها تحت أمري حتى لو عتزعل ازعل بالطريقة اللي تعجبني إزاي أزعل بالطريقة اللي تعجبني الراجل في بعض الأحيين يروح مزعل الست في الست حاسة أن هي زعلانة فهو عايز أول ما يروح يقولها خلاص بقى فيتقوله حاضر يا حبيبي وتروح مبتسمة وهي حاسة بالمهانة جزء من إحساسها بأن هي عشان ترجع على مية بيضة إن هو يحسسها إن هو مقدارة فيعمل إيه؟ آه يتحايل عليها شوي أو هي بتقولك إيه أنا من الزرار أنا مش هدوسها للزرار فعلى طول إيه اللي حاصل على طول أبقى فرحانة ولذلك حضرت النبي كان يقول للسيدة عائشة إيه إني لا أعرف متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة إذن ده أنا أصلا أنا أقعد لأحاديث رسول الله عشان أحللها وأشوف إيه مطابقتنا لحياتنا يبقى معنى ذلك إن رسول الله كانت فيه فترة السيدة عائشة بتبقى فيها ساخطة ما قالهاش إيه ده إنت هتفضلي زعلنا كده هتفضلي لو يقالي بوزك كده فيه اللي حاصل يضغط عليها وإنتي لازم تلوقتي تخلص الزعل ده مش نقصين إحنا واجع قلب فلما تزعلي تزعلي بالطريقة اللي تعجبني وهو يا برضو ممكن في بعض الأحيان تمارس ده وتقوله ما تزعل تزعل بالطريقة اللي تعجبني لأنها لو عملت حاجة غير كده هيحس إنه فيه حاجة مش تحت مش أندر كنترول وكل حاجة لازم تبقى أندر كنترول كل حاجة لازم تبقى تحت السيطرة وهناك دائرة أنا بسميها دائرة العصبية فمثلاً هو يروح عمل إيه هو طبعاً عنده الاتنين هو بيحب البيت فيتفانى في خدمة الناس في البيت ويعمل فلما ما يلاقيش رد فعل هو منتظره اللي هو إيه الرد فعل ده الله ده إحنا من غيرك ولا حاجة ونقصنا كم مليون حاجة لو ملاقاش الرد فعل ده على طول يتلاقيه يتعصب ويشتم إيه ده ليه بتعمل كده وعنده مبرره هو مبرر ده نفسه إيه المبرر؟ إنه هو ملاقاش ملاقاش اللي هو كان منتظر اللي يكون متوقعه وهي ممكن تعمل كده هي كمان فإيه اللي حاصل؟ هي متوقعة أن هي لما تعمل كل ده جزء هيطير بيها في السماء ويتكلم عنها كلام في غاية الروع إحنا اللي عملنا كده أصح هيبقى حاجة حلوة طب إذا ما عملناش نتعصب وساعتها بيتحول بقى كل ده في حساب الدين يبقى ده دين عليك لازم توفيه طب إذا ما وفتوش ندخل في الدائرة الجهنمية دائرة إيه بقى؟ دائرة الزعل والغطب وساعات الزوج بيكون خفوا أن زوجته أن زوجته تزله تزله إيه؟ أن هي لو أنه سبها تغضب بطريقتها أو تزعل بطريقتها أن هي تزله فيزود جرعة العنف والعصبية عشان ما تزلهوش ويمكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مش يمكن أنا حاسس وفاهم كده أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استوصب النساء خيرة مع حديث رفقا بالقوارير كان عايز يقول لنا خلي بالكم أن الستات ممكن تتكسر ويبقى ساعتها أن أنت لو كسرتها مع قارورة فمن الحب ما قتل ومن الحب ما كسر ومن الحب كذلك ما جرح فدايما بحب أقول للرجالة ما تحاولوش تكسروا الستات لأن كسرها بيخليهم ما يقدروش يشوفوكم بعد كده الكسرت خلاص مش قادرة تجمع نفسها وتشوفك لدرجة أنه ممكن ناس تقول هو كويس لنفسه بس مش ليه أنا وأحيانا الإحساس ده بيوصل بالست لدرجة أعلى من كده فنلاقي الست تقول إيه أنا نفسي يروحي تجوز ويبعد بعيد عني ويحل عن سمايا أنا مبعدش شايفاه أولا أصلا ما بنزلش على الشاشة عندي وأحيانا بيكون معنا كلامة علشان يعرف إمتي يعرف الفرق بيني وبين غيري ويعرف أنه ملوش مكانة عندي خلاص في حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى بيدخل بقى حاجة تانية في بعض الأحيان بقى في اللحظة دي بتحسن ممارسة ما بتبقاش أحسن حاجة إن الزوج يبقى فاهم إن الخلافات دي والمساكل دي ممكن تتحل بالعلاقة الخاصة فيبقى هو مزعق لها وشتمها ناسف وممكن نضربها ويقول بقى تعالى نعمل علاقة خاصة مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان محظة من حالة دي لإيه؟ لأنه لما يجلدها ويضرابها ويشتمها هي عندها إحساس مش حلوه النبي قال لا يجلد أحدكم من رأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ليه؟ لأن حضرة النبي عايز ينبيعنا الحاجة أنا شايف إن حضرة النبي بيقول لنا إن الجماعة هنا هيكون أحد معاني إيه هو أحد معاني الجماعة الاحتواء والأمن وهنا فمفيش أمن أنت ضربتها وحاولت تسيطر عليها فأنت بتتعامل معها لإنها هي أما فإذا أنت روحت جماعة فهي هتحس بأن أنت بتعملها معاملة العبيد فيبقى العلاقة الخاصة دي ساعتها هتتحول إلى إيه؟ إلى حالة من حالات الإزلال وهتبقى ساعتها هي حاسة أن أنت بتتعامل معها كأنها شيء عشان هي ساعتها هتكون حاسة أن هي أما وساعت الستات بتقول كده بتقول هو فاكرني عبد عنده ولا جارية ولا خدامة فهي بتحس إن هو مش عايزها علشان هي وإنما هو عايزها علشان متعته هو مش فاهم إنه اللي بيعمله ده بيترجم عندها إنه سيطرة عبودية هو فاكر لأنه عنده شعور كده شعور ماشي كده مش قادر يقف مش قادر يقف ويستطعم قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا في فكرة مسيطرة عليه إن الأثر ده لازم ينتهي أثر الغضب والزعل ده لازم ينتهي لكن حضرت النبي لما قال النساء الشقائخ والرجال ما قالش النساء هم الرجال ولا العكس ولا قال إن الرجال هم الستات وأنا عايز أقول إيه أكتر حاجة لازم تعرفها وأنا حتى مش بلتمس عزر الرجال أو حتى بلتمس عزر الستات لإن ده بيحصل من الاتنين لازم كل واحد يعرف إن التاني مختلف عنه فالرجالة ممكن تكون بتروق بسرعة لأسباب كتير أنت بتحاولش يتمارس ده نفس الحكاية دي مع الستات عشان كده في بعض الأحيين لازم نفهم حديث الرسول الله سلم لما النقرى الرسول الله سلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء كنا لازم نفهم إن حضرت النبي بيقول إن الستات حاجة والرجالة حاجة وعلشان كده الست لها خصوصيتها وكذلك الراجل يبقى الستات لها تركيبة خاصة فالنساء لها ميزة نوعية هي حاسة بكده فهي في بعض الأحيين ممكن يوصلها إحساس إن هي مش أنثى من طريق التعامل زوجها معاها لزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال استنصب النساء خيرة كأنه بيقول لحضرت النبي للزوج حتى تظل المرأة أنثى فترفق بها علشان تحافظ على أنستها وإلا هتطلع ضوفرة وتتحول لواحد صاحبك قاعد عايش معك في البيت وده بيحسر يعني لاحظنا احنا في جلسات الإرشاد الزواجي حاجة غريبة أو مضطردة إن عنف الرجالة بيحصل معا فقد الأنوثة المرأة لأنها مضطرية دافعة عن نفسها فبعد شوية بيجي الرجل يقول أنا حاسس إن أنا بتعامل مع واحد صاحبك ما أنت اللي ابتديت بالعنف فهي دافعت عن نفسها فأنت حسيت إن أنت بتعامل مع حد صاحبك في حين إن النبي صلى الله عليه وسلم عمره علمنا أنه ما مارس العنف مع أي حاجة لدرجة السيدة إيشة تقول ما درب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فهذا قدوتنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يمارس العنف مع أي شيء ولا وصل منه أذى لأي شيء بأبي أبي وأمي صلى الله عليه وسلم لدرجة إن أنت تستطيع وإنت مرتاح تترجم ده إن حضرت النبي أمي مرزع باب ولا رمى حاجة على منضضة كده بيأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى أحيانا بقى بيوصل الأمر يتفاقم بقى إلى أعلى درجاته فيكون الضرب ده بقى اللي بيمارسه مثلا الزوج مع زوجته وهو بيحبها جدا جدا هو عايز أو عايز يعمل إيه إيه الشعور اللي عنده عايز يطوعه عشان تبقى هي النموذج اللي هو هيدوب فيه ويعشقه فيطوعه إزاي فيعجنه يضربه أو الله نفسيا بيبقى أدوة اللي عنده أنت بتلتمثل عزم ما بلتمثلوش عزم لكن أنا بفسر اللي بيحصل وكمان ساعات بيبقى وبيكون ليه جزور عميقة في داخل الإنسان إن زي ما أبو كان بيدرب والدته وهو بيحبها يعني أبوها كان بيدرب والدته وهو بيحبها أنا بضرب كمان زوجتي ويبقى دوة إيه دليل على الحب وشوف التراث الشعبي بقى اللي بيخرب الدنيا بقولك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب لا يا سيدي بلها الزبيب بلها الزبيب والحبيب ما يضربش الحبيب وده طبعا خطأ وده ما ينفعش يستمر في حياتنا علشان كده لازم ده ينتهي لازم نفرق ما بين الخطأ أنا بقى عايز أرجع بقى أرجع أرجعها عشان تقدر تفهم هو فعلا ممكن يكون بيحبني وبيعمل كده آه سيدي ممكن يكون بيحب وهو كل اللي بيعمله ده وكل اللي بيعمله ده يمكن أنا لما فهمها ده ممكن إحنا الاتنين نشترك في إصلاح المشكلة دي اللي هي مشكلة إيه بقى إن إحنا نفرق ما بين المعصية والعاصي ومنين الخطأ والمخطئ وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده لما قال على الصحابي لما واحد من الصحابة سب واحد كان بيتجلد في الخم قال لا تكون عونا للشيطان على أخيك فإنه ما زال يحب الله ورسول فقال إنه هو بيحب الله ورسول ومسعات على فكرة الأب بيدرب ابنه عشان هو بيحبه وعايز يبقى أفضل منه كل ده لا يعني إن إحنا ما بنقولش إن الضرب جريمة وكبيرة الضرب جريمة وكبيرة ولذلك أنا بقول الأزواج اللي هم بيقولوا أنا بحبه عشان كده بعمل كده أنا خايف عليها لا يا سيدي يعني ربنا يبارك لك ما تخافش بالطريقة دي ويظننا محتاجين إن إحنا كمان نأكد على وهم تاني اللي هو أهم اللا إرادية إننا لما بغضب ما بشوفش قدامي لا يا سيدي إنت لازم تطيع حضرة النبي ولما تغضب لازم تشوف قدامك لأن حضرة النبي قال لا تغضب لا تغضب يعني إيه ما تتمداش في غضبك وإنت لو كنت والرجولة معناها عندنا الرجولة من ليها معنى عندنا إنه وإيه ليس القوي بالسرعة بالسرعة ولكن القوي ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب عند الغضب يبقى في الحقيقة ده وهم لازم نتحرر مني ونازم نتخلص من ده ومحدش يتعجب لو إنه استمر في ده إن إحنا ممكن نوصل لنتيجة أنا مش تهيئة ومش قادرة أسمع كلامه عشان كده عندنا إجراءات أول إجراء لازم نعمله الزوجة ممكن نحتاج شوية اللي بتعادت فترة مؤقتة لما تلاقي الزوج بيستخدم الحب الجارح ده ما بحبش أنا الحب القاتل ده لا ما نوصلش للقاتل قبل يبقى إيه؟ الحب الجارح ده يبقى محتاجين نعمل هدنة شوية يعني إيه اللي حاصل؟ نقلل الاحتكاك شوية سواء ده كان عند ألاوة سواء ده كان مكان مخصص عشان هو يفهم شويتين تلاتة إنه هو مش من حقه إنه هو يعمل كده وفي نفس الوقت هو لازم يتعالج ويغير من نفسه ويتعالج ويثبت لها إنه فعلاً يتغير وبقى كويس وده بسميه فترة الاستراحة المؤقتة ما بسميهش هدنة لأنهما مش في حرب فترة الاستراحة هي تستراحة من وجع المهانة والأزى والعصبية والضجيج ده كله وهو يستراح شوية من ضغط إنه هو محتاج إنه دايماً يثبت إنه هو مسيطر على البيت يرتاح شوية تاني حاجة الزوج في الفترة دي لابد إنه يتعالج لو كان الموضوع زايد بشكل كبير وعنده مشكلة لازم نلجأ للاستشارة النفسية الحياة التالتة لازم نغير من نمط الحياة يعني إيه؟ نغير من ترتيب البيت نخرج مع بعض موضة أطول نتكلم مع بعض موضة أكتر ونتكلم مع بعض عن المستقبل والسعادة نفضل لخصص وقت كده ونتكلم مع بعض لو في أولاد بيبقى الأولاد مهمين جداً 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 بيبقى الأولاد مهمين جداً جداً يمكن تكون إزاي؟ وإحنا بنتعامل مع بعض كأسرة مش بيتعامل كل واحد لوحد وعشان كده لازم نملك نفسنا عند الغضب هو ده المعنى اللي الرسول اللي صلى الله عليه وسلم علمهن وأنا قادر أملك غضبي؟ قادر أملك غضبي بس ده محتاج إيه؟ إن أنا صلح شوية مفاهيم عندي زي مثلاً إن الرجال يقدروا يمسكوا نفسهم ولو أنا قلت كلمة أقدر على فكرة أرجع فيها ولأن الرسول اللي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد الخير في غير ما أقسم عليه كفر عن يمينه وفعل الخير يعني إيه بقولك أنت ميبقى لكش كلمة لا يا سيدي ما تخليش الكلمة اللي تسوقك خلي القيمة هي اللي تسوقك فالعصبية والعنف ليس له علاقة بمفهوم الرجولة بالعكس الرجولة إنك تحمي ويتراعي بيتك والرجولة معناها إن اللي معاك يحس بأمان وكل كل ما أنت بتقولها تكون مدخل على قلبه الأمان والحماية هو دوت معنا الرجولة الحقيقي يا سادة إحنا محتاجين ببساطة كمان إن إحنا كمان بنقول للستات بلاش فكرة عمرها معا يتغير عمره معا يتغير وبلاش فكرة إنه هو لما نلاقي إن وطيرة الغضب بتتصاعد إن إحنا نستمر لأ بلاش نتوقف ونبتعد بشرط إن إحنا نرجع مرة تانية نكمل كلامنا بعيد عن كل ده يا سادة إحنا محتاجين نفكر شويتين تلاتة نفكر إن الحقيقة المسألة مش هتنفع كده الغضب والحب الجارح ده مش هنقدر نستمر فيه لازم نفهم إن ده مش هيقدر يكون طريقنا للبقاء في حب آمن ونسمع الكلام ده نشوف أسئلتكم كمان ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي فتفضل جسري من نور بيننا وبين حضراتكم عشان مجالس العلم تفضل تملح حياتنا ويفضل كمان البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونستلهم منه المدد سبحانه وتعالى وتعالوا نستقبل أول اتصال أستاذ داليا من اسكندرية تفضل يا أستاذ داليا أستاذ داليا أستاذ داليا لسه معنا أستاذ داليا طيب أستاذ داليا تحاول تكلمنا مرة تانية معنا أستاذ موحنين أيوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحة الله وبركاته أزاك يا شيف الحمد لله بخير والله أنت الموضوع اللي أنت حتركت تتكلم عنه ده جوزي بالضبط بقلي تراتة وعشرين سنة بعاني معي طيب ما بيصرفش علي ولا ملي ولا أنا والأربع بنات تعابت منه وتعابت من تصرفاته وتعابت من كل حاجة فيه بشحض ربنا وأنا قلت له أن أنا أنا مش عايزك وبقرهك عشان يلقيه معنا ما ربنا يسألني ما بيحفظت الكرآن أنا لقاتل تفنزل يعني لو أمرت المرة عن تزوج لغير الله لا سجدت لزوجها لا يقلب الله نفسه إلا وسعها طيب يعني هو بيقولك لا يكلف دي الآية وبعدين بيقول الحديث اللي هو لو كنته أمرا أحد أنا نازجه دي أحد فهو يستشت دايما بالآية دي وبالحديث ده أيوة اه طيب بناتي ولا بتعليم بناتي ولا بجناز بناتي ده من أول سنة جوزتوا فيها ده من أول سنة وبابا كان بيقولي طب باري عيل يعني عيل ملايال واللي مقصك عني بابا مات وبناتي كبروا بناتي كبروا لسه مجوزة واحدة واللي في كلية واللي في سنوية عامة بناتي كبروا والحلم تقال علي أنا كنت بشتغل في المصانع دلوقتي أنا مريضة مبقيتش قدر أشتغل ربنا يديكي الصح يعني أنا لو تعبانة بكشت على نفسي أنا عايزة عامة ليد غدريث في دهري ما مش بتحرك أنا لو معيش تلوس أنا باتلني مريضة الليتن خد يبعاتي تلوس أكشل طيب حريك سؤالك يا موحنيني أنت عملي ايه في الموقف اللي أنت في ده كانت تعبت منه كانت تعبت منه كانت تعبت من تتضرضات وطعا فتلكه فية كل واحد التيل ايه ايه مراته احنا مش من الشارع والاهلينا من الشارع كل واحد يتيل لاتوا مراتوا شايكة بيتوا ربيناوله كل واحد يتيلوا كل واحد هيقابل واجهي كريم يتقل لها في مراته مش عايز هيزبها مش هو يضيقني عشان نسيب الشق أو يعني أوسير عيالي أروه فين بربع بنات أمشي بيون فين أنا أكلمه يا موحنين أنا حاضر أكلمه بص يا جماعة بس عشان نبقى فاهمين حكاية اللي لا علاقة لبي عند ولا نتكلم بصراحة يعني نتكلم بصراحة حكاية دي لليه علاقة لبعند ولليه علاقة عملت فيك إيه ولا أي حاجة إيه اللي مش هيصرف على بيته وهو معه فلوس ما بيصرفش عليها دي مش رجولة دي مش رجولة يعني الرجولة هو أن يستطيع الإنسان أن يحمي أهل بيته من الفتن لكن هو يبقى معه فلوس ويصرف على نفسه وأهله بيتعرضوا للفتن دي مش رجولة ولا إن هي ما تستحقش لا هو في الحقيقة في بعض الناس ما يستحقوش بعض الأوصاف اللي هي في الحقيقة أوصاف شريفة لازم نتحمل مئمتها أي حد يا سادة عيعرض بيته الفتنة فده نقص من زيادة يسميه بقى هو بيعقبهم ما بيعقبهمش لا الراجل مش بإنه يقدر يعاقب الراجل بإنه يقدر يحمي الراجل زي ما حضرت النبي قال كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي وأول ما يسأل عنه العبد ما استرعاه الله أول حاجة تسيل عن إيالك مش هتسيل عن صحابك بالمناسبة مش أول حاجة تسيل عليه صحابك ولا أول حاجة تسيل عليه مزاجك أو أول حاجة تسيل عليه أن أنت مروأ نفسك ولا لأ أول حاجة تسيل عنها أهل بيتك عارفين أنا أتكلم كده ليه إحنا تعبانين المجتمع تعبان وأنا عندي في الرشاد الزواجي بقى أشوفه يا با البيوت بتقن بتقن من إيه من قلة منسوب المسئولية وزيادة الاعتمادية ومحدش يقول لي مش هم عايزين الاستقلالية ويثبتوا زوادهم حتى هم لو عايزين كده بس إحنا نثبت إن إحنا رجالة وبنسبة إن إحنا بنتبع سنة رسول الله هي لما تكسب قرش تبقى عشان هي كمان تسعد بيه مش هي تكسب قرش أروح أنا شاي الإيدي من البيت وكمان مش شاي الإيدي من البيت بس ده شاي الإيدي من الأبوة كمان فما يبقى ليش دور مع أولادي لا ده ما يردش ربنا اتق الله يعني الكلام لكل من يفعل ذلك الاعتمادية مش هتدخلك الجنة إن انت تعتمد على حد تاني إن هو يقوم بدورك ده مش هيدخلك الجنة اللي هيدخلك الجنة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه خليك صادق خليك صادق في زوجيتك خليك صادق في أبوتك هو ده اللي هيدخلك الجنة وربنا أمرك إن انت تكون مع الصادقين وإن شاء الله بس انوي انت بس انوي وربنا يعينك والله انوي وربنا هيكتب لك المدد انوي وربنا هيغير لك اللي في نفسك بس انت انوي عارف انوي ده تبقى عايز إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسك غير اللي في نفسك ده وهتشوفي إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيصلح ذات البين بينك وبين زوجتك تعالوا نشوف معنا أم أحمد أم أحمد معنا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا عم الشيخ نعم وفضل الحمد لله دايما يا رب وكل سنة حضراتك طيب وعلى دينة الإسلامية جميعا يا رب الله يرضى عنك الله يرضى عنك أنا معالش سؤال عني ومش عارفة أنا محراجة أتكلم بس يعني هو يعني لا يحرق في الدين احنا نمشي مع حضراتك السؤال لو عينفع نجاوب وعينفع نجاوب بتفضلي بس حضراتك أنا زوجي أنا متزوجة بقية من سنة من 15 سنة نعم أنا زوجي أصيب بمرض سرطانس المخ نعم بنا يجمع له بين تمام الأجر والعافية يا رب نعم يا رب اللهم علي أنا العلاقة الزوجية أنا فيش حولك يعني منتهي من قبل حتى موضوع المرض يعني هو أصيب بالمرض من كم سنة بقاله سبع سنوات سبع سنوات وقبلها كم سنة ما فيش علاقة زوجي يعني هو فيه بس علاقة اللي هي شبه يعني شبه منعدم نعم بالضبط كده طيب فين سؤال حضرتك يا محمد بسي يا ست إحنا في الجنة ربنا يخلقنا خلقا آخر وإنتي بتسألي دلوقتي لأن أنت عارفة أن أنت هيكون دا زوجك في الجنة إذا رضيتي بس هي أنا عايز أقولك حاجة إحنا دلوقتي تعالي نتكلم في مشكلتك دلوقتي ليه هنرحل الكلام إلى ما بعد الموت ليه هنرحل الكلام إلى الآخرة واضح بدل أنت سألتي إحنا دلوقتي عندنا بوابة كبيرة جدا نسمعها بوابة الفتنة فإحنا عايزين نتكلم عنها فأنا رأيي بساطة خالص أن أنت لازم تتكلم مع زوجك أول حاجة إحنا لازم تتكلم مع زوجك إزاي عن نتعامل مع هذه القضية ولازم أنت يبقى عندك نوع من أنواع المعاملة مع زوجك على أن فيه أمر واقع لازم تتكلم عنه وأن فيه احتياج عندك والاحتياج ده يمكن أن تصبر عليه بس أنت محتاجة دعم من زوجك لو هتصبر على ده محتاجة دعم من زوجك بس أول ما هيبقى عندنا إحساس أن احنا محتاجين نسمع كلام من حد تاني أو أن أي حد تاني يحن علينا ويحصل أي حاجة لازم نقف فاصل ونرجع لحضراتكم تاني ترجمة نانسي قنقر